وإلى خبر آخر في خطوة لتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات البنكية في الأردن لتشمل ذوي الاحتياجات السمعية أطلق اليوم في جمعية البنوك تطبيق يمكن هذه الفئة من الاستفادة من الخدمات المالية بسهولة طريقة جديدة ومبتكرة مكنت ذوي الإعاقات السمعية من الوصول للخدمات المالية تحافظ على سرية وخصوصية تعاملاتهم مع البنوك عبر تطبيق متخصص يهدف لتوفير خدمات الترجمة الفورية لهم عن طريق الفيديو التطبيق كثير مهم هذا بوفر إمكانيه لذوي الإعاقات السمعية للوصول للخدمات المصرفية وبالتالي سيكون هناك ترجمة مباشرة بين موظف البنك وبين العميل والذوي الإعاقة على شاشة والترجمة ستكون مباشرة وفورية وبالتالي ستكون مشكلة الإعاقة السمعية ملغية بهذا التطبيق لأنه سيكون الحكيم مباشر والإستفسارات والأسئلة والتساؤلات والمتطلبات التي يطلبها البنك للعميل لفتح الحساب أو الحصول على قرض أو لحصول لأي خدمة ستكون مباشرة من خلال الترجمة التي يوفرها هذا الابليكيشن هذا التطبيق الفوري يتيح التواصل بين الصم والناطقين خاصة إذا كانت المؤسسات تواجه صعوبة في العثور على مترجمين فوريين عند الحاجة إلى توضيح أو طرح أي استفسار في الحوار بين الأشخاص الصم والناطقين لانخراط ذوي الإحتياجات السمعية في المجتمع فضلا عن تحقيق العدالة في الفرص والحقوق وإمكانية الوصول الشامل والتوظيف ليلة خالد رؤيا